السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شف سهيلا اليوم ان شاء الله سنقدم لكم سمن بريستيج اللي يجينا سهل وضغية كي يوجدنا بحوشوة اللي كتكون رائعة جدا نخليكم معي من بداية الفيديو حتى الأخي باشتعرفوا على المكونات وطريقة تحضيرها اللي كاتينا بسيطة وكاتينا مقرملة والمضاق ديالها مضاق البحلاوة أو البقلاوة كاتي من ألد وأروع المسمن اللي غادي تجربوا غادينا لإعجابكم نبدأوا على بركتي الله بالمقادير والطريقة ديال التحضير اللي غا يكونو جدا بساط ومتوفر ان شاء الله في جميع البيوت عندي ربعات الكيسان للدقيق الخاص بالحلويات يكون نوع ممتاز ما تنسوش تكتروني من العدد ديال لايكات وليكم وانتاك تخليوا ليا تعليق زوين هكا وتبرتجيوا مع الأحباب تيالكم عندي هنايا 4 جرام ملخ خاميرات الخاصة بالحلويات ملعقة صغيرة من السكر سنيدة عندي الملح عندي جوج بغارف او جوج معالق من الزيت نباتية وملعقة ديال الخل الدور ديال الخل ولا كيه الشيش لنا العجينة ديالنا وغادي الرمل هاد المكونات هما اللولين ممكن يا لبنتي أنا صراحة درتها في العجانة وممكن أنا كنت تلكوها بيديكم يعني ما كيش فرق فقط اللي متوفر عندكم ديروا او في القصرية او في العجانة سنخلط اول حاجة كنرمل هاد المكونات بينها الزيت و السكر و الخل ممكن هاد العجينة تنسموها بالماء الزهر اللي كيبغي الزهر يدير ساشي ديال الزهر او يدير تقريبا ربعكس ديال الماء الزهر ممكن سوفي من بعد ما ترملي او تلبس ليديك الدقيقة بهاد المكونات خادي نديرو في العجانة وننعجنوه مزيان بالماء يكون بارد هادو ما كيما لحتو غادي نديرو كاس الاول وغادي نحطوه تعجن مزيان مزيان تقريبا واحد خمسة ثلثة ديالدقائق كيفما قلت لكم البنات ما تديروش الماء للدافيل لانه باقي غادي نضيفه الزبدة يعني اضا كاغي الماء البارد العادي مروا بيني ثافي من بعد غادي نعجنها كيما قلت لكم باكن نضيفها تدريجيا شوية بشوية ديال الماء مخصناش نخفوها بزاف لانه باقي غادي نضيف لها الزبدة هنا اضفت لي هانا الكيمياء ديال الماء اللي كتكون كتيرة وكيما لاحتوشتوها خفيفة بزاف يعني غادي نضيف لها تقريبا هانا ملعقة صغيرة مملوئة من الزبدة طبيعي الحال الزبدة نوع ممتاز او ممكن ديرو ديال بواطا مكيش مشكلة ثافي غادي بقا نضيرها في العجينة هانا هي وغادي في الاخير غادي نزيد تقريبا واحد ملعقة كبيرة ديال الدقيقة علاش؟ لانه العجينة عندي شوية جارية وفاش غادي نضيرو لها الزبدة غادي تزيد جرانينا شي شوية فذلك يعني من اللول تردو لها البال طبيعة الحال وغادي نعود نخلط او نعود نعجين هادا هادا العجينة هدي كيما قلت لكم داك الملعقة ديال الدقيقة كما قلت لكم داك الملوئة جيدا صافي وغادي نضلكها مزيان بهات الشكل هادا صافي من بعد ما تضلكت ليه تقريبا واحد جوش دقائق بما نساج ملات ليه دخلات في هذا الزبدة وغادي نضعها ترتاح لمدة يعني هنا عندي مرخوفة بثاف ما اذا كانت قاسحة ممكن تخليوها درتاح من الساعة اذا كانت عندكم بحلاكة مرخوفة انا تقريبا واحد اربع ساعة صافي بديت كنخدم بيها صافي من بعد ها كمني داست ليه اربع ساعة شوفو كتلي نتليه وصبحت لي العجينة صافي من بعد غادي نشكلها على شكل كوريات العدد دي الكوريات تقريبا غا يكونوا اه انا غادي نقول لكم مش حال احتاج الكورا دي العجين وغادي نغطيها بالبلاستيك على ما نوجدو الحشوة دينا بالنسبة للحشوة دينا عندي هنا 250 جرام من الكوكاو او الفول السوداني اللي عدرت لي معلقة دي الزيت ما كان كترش الزيت او كان حمرو في الفران طبيعي الحال حتى كيتحصل على اللون هذا وكنتحنو اه بالنسبة للطحين ما كانتحنوش جيدا حتى كيتليين وانما كان كيكون هاكا شوية حرش صافي غادي نزيد نطحن الباقية الخرا اهنا طحنت معاهم واحد الملعاخة اه كبيرة من السكار ممكن بغيتو تدروها ممكن بالعاش صافي هادي الحشوة دينا دي الكوكاو غادي نخليوها جانبا حتى نبدو نشكلو العجينة باش ما تنشفش لنا الحشوة عاد باش انكملو اه يعني طريقتها اللي كتكون بسيطة جدا عندي هناك كمية دي المارغاري اللي عمشي الدوبتها وصافي وهنايا عندي العجينة بعد ما ارتحت ليه ايه بغيب غير الوقت لي انني طحنت فيها دك الكوكاو وصافي عندي هنا ينشا عندي الزيت وعندي الزبدة صافي اول كورا غادي نطلقها بعد شكل هذا وبل احسن انها كوم تخليوها ترتحش شوية باش انا العجينة ما تقطعش ليكم دائما كنضيف القليل من الزيت غيف يديه شوي هكا باش كيساعد سطح العمل انه باش يتمدد ليه هاد العجينة دينا صافي من بعد غادي نجيب واحد المول اي مول عندكم هدا في 24 سنتيمات خعفوا وصافي وغادي ندير بهات الشكل هادا ودائما كنضهنو المول دينا بالزبدة ايه المارغاري بطبيعة الحل الخاصة بالطوريق هي اللي غادي نضيفه من الداخل ومن بره صافي هانتو ما كيما لاحتو هاد العملية غادي نكررها تقريبا واحد استدية المرات اللي غادي نكررها وغادي نشوفو معايا كنحاولو اننا الجوانب ما نطلعوه مش بزاف حد المول دينا هاكا بش مكا تجينش من جلب من البسبب العاجين غادي ندير هنا يا زبدة دينا بهاد شكل هادا كماتش اللاحتو معايا كنكتروش بزاف كندير تقريبا حوالي ميل عقا كبيرة هي جوج معلق صغار او كان نضيف هني شوية دينا نشاة طبعا الحال دور دينا نشاة مهم واساسي فاد المصفه هادي هي اللي كتخلينا للمبيل الورقة و الورقة انهم يطيبونا وتتورقلينا ودينا فيهم داك القرم وهاد العملية كما ذكرت لكم غادي نكرروها ستاديا الخطرات من التحت وقعد نتملو البقايا خمسة من الفوق يعني كنتم نتكل الفكرة واضحة لكم وخدت قطع لكم العجينة هانية مش مشكل يعني ماكيش اشكال غير هو الاشكال كتكم فاشكاتبغو تزوب حال العجينة كتبغو تتقلص لكم او كتجمع لكم متخافوش من العجينة يعني هانتم غادي تتمددوها وهاكا بغينها يعني ماكيش اشك اشكال هاي دارت نوخات كتكم تقوم تقوبه مش مشكل او كتقطع لنا طبي كنديرو نفس العملية وكنضيفو الناشعة طبيعي الحال غيش شوية لانه الى كترناها كتعطيو احد الماطق خايف في العجينة دينا غيش شوية طبيعنا بقاها كم السمرة وكم قدير وكل بين طبقة وطبقة الزبدة وننشا بعد ما دارت استاديا الطباقات غادي نجيب الحشوة ديالي هنيا باش غادي نديروها بالنسبة للحشوة غادي نديرليها ملعقة كبيرة ديال ناسلي كاراميل هنيا كيبقى لكم الاختياء بغيت تديري ناسلي كاراميل عندك بغيت تديري حالي موحلة عندك او ممكن بغيت تجمعيها بالاسل كم د believes نشعر إلى الماء اضع كريم كارامل اضع 5 دراهم اضع الحشوة اضع العجين اضع العجين اضع العجين اضع الجوانب يجعل العجين اضع حشوة اضع خلقها اضع الحشوة اضع العجين اقوم بسيطة بالزبدة و اضفة الميزينة بسيطة الميزينة ادخل الجواني بأخير نضع الجوانب نضع الجوانب نضع الجوانب نضع الضبطة نضع 5 طبقات قمت بأخير قمت بقسم بربطة دائما كنقسموه بحل الى نقسموه شي كيكا ولا شي حاجه كنقسموه الوز كنديرو على مزايد عاد كنقسموه كي يجيونا هكا طرفات مقادين إلا كنتو يعني عدد الأفراد بزاف ممكن أنكم تقسموها حتى على جوش حلنا فلي هذا يعني هذي كافية طبيعا الحال كنعود هكا كنتأكد باللي أنني قطعت من زيان باش هكا كدينا ساهلة في تقطع لأنه هي منيكة طيب كد قد تقرمل وكي سعب علينا أن نقطعوها سوف يمنبعد هنا يدوب تقريبا واحد لذات المعارق كبار ديال الزبدة اللي كيكون من نوع الجيد هنا هي دائما البلد في طيب من الفوق كنديرو زبدة مشي المارغارين وممكن تديروها ولكن من الأحسن نديرو زبدة من الأصل الحيواني كنحيد لها ذاك الحليب بالليل تحت وكنناخد لغي ذاك الفوق عني وكننقادر بهذا الشكل هذا أنتو كما لاحظوا سوف سيفق حل كما قد لكم سخون وكننقص عليه عارشي عفية مهيلة بخل مهيلة بزف بزف مهيلة بزف بيزادة دهبة من الأفض وثقي من الحصول اصغر ايضا اصغره 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 يجب انه طيبه كتجي مكربلة ورائعة جدا. كانت مني يا ربي الفيديو للا اعجبكم صحة وراحة ولعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليها دائما باللايك والشراك بالقناة باش توصلوا بجديد الفيديو هات ان شاء الله الجاية. وانتم ما لا بغتوا تزينوها بالفق باللوز ولا اي حاجة لكم بالاختيار. شكرا